صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعية المنعقدة اليوم الخميس على مشروع مرسوم يغير مدونة التغطية الصحية الأساسية فيما يتعلق بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي المشروع يعمل على تغيير مواعيد لعقاد مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي من الشمع الأول الذي يكون في السنة قبل نهاية 31 مارس سيصبح قبل نهاية 30 يونيو والشمع الثاني الذي كان ينبغي أن ينضم قبل 31 أكتوبر سيصبح قبل نهاية 31 دجمبر تاريخين حددا كتاريخين من أجل أن يكونوا كآخر أجل لعقاد دورات المجلس سبب هذا التغيير يهم بشكل أساسي من أجل التمكن من ضبط الحسابات المالية للمؤسسة وصدق المجلس على مشروع قانون يغير ويتمم بمجبه الظاهر الشريف بشأن الصيد في المياه البرية المشروع يهدف إلى حماية طروات سمكية ذات الدور الاقتصادي والإيكولوجي والبيئي المتنامي والتي تظهر بها الأدوية الأودية والبحيرات الطبيعية في بلادنا المغرب يتوفر على 1500 كم من الأودية البحيرات الطبيعية داخل التراب الوطني تقدر مساحتها بحوالي 700 هكتار بالإضافة إلى الحقينات السدود 128 حقينات تغطي حوالي 120 ألف هكتار هذه الأوسط تزخر بثروات سمكية مهمة لها أدوار اقتصادية، إيكولوجية، بيئية وصدق المجلس على مذكرتي تفاهم مع المملكة العربية السعودية في مجال الوظيفة العمومية والتعاون الجمركي قبل المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل الثاني والتسعين من الدستور ترجمة نانسي قنقر